بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الوحدة السابعة من مقرر منطق وهي الوحدة الأخيرة نتكلم فيها عن التعريفات وعن شرط التعريف والاعتراضات الواردة عليه الدرس الأول عن التعريفات وهي مقاصد التصورات وتسمى القول الشارع وقد ذكرنا فيما سبق أن العلماء أو علماء المنطق قسموا اللفظ إلى مفرد إلى مستعمل ومهمل ثم مركب ومفرد ثم قسموا المفرد إلى أقسام وأن حاصل وأهم تلك الأقسام هو تقسيم المفرد إلى كلي وأنا الكلي ينقسم إلى خمسة أقسام وهي الجنس والنوع والفاصل والعرض العام والعرض الخاص وأن تلك مهمة جدا في تحديد التعريفات إذن مقاصد التصورات هي القول الشارع أو التعريفات وذكرنا أن التصورات أحد كسمي المنطق وأن التصورات لها مبادئ وهي الكليات الخمسة التي تكلمنا عنها سلفا وأنا لها مقاصد وهي التعريف وأن الغرض من التعريف هو حصول الصورة الصحيحة في الذهن المفردة التي يقصد بيانها وتمييزها عن غيرها وأنه يقصد بالقول الشارع هو مرادف للمعرف والتعريف وهو ما يلزم أن تصوره في الذهن تصور معرف بالكنه والحقيقة أو بوجه يميز عن جميع معادة ويمكن أن نقول هو بيان حقيقة الشيء وإيضاح معنا وبناء على تقسيم الكلي إلى جنس ونوع وفصل وعرض عام وخاصة واستعمال كل واحد من هذه الأقسام في التعريف قام العلماء بتقسيم المعرفات إلى أقسام يعني كما قسموا الكلي إلى خمسة أقسام أفترى هذا التقسيم في تقسيم المعرفات فإذا استعمل الجنس والنوع أو الفصل في التعريف فقط أو مع العرض العام فيسمى التعريف حداً وإذا استعمل الجنس والنوع مع الخاصة أو استعملت الخاصة فقط فإن ذلك يسمى رسماً وكل واحد من الحد والرسم ينقسم إلى حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص ومن تمام أقسام التعريف التعريف اللفظي والتعريف بالقسمة والتعريف بالمثال وبناء على ما سلف فإننا يمكن أن نقسم المعرفات إلى الأقسام التالية أولاً الحد ويسمى الحقيقي وهو ما كان مميز فيه ذاتياً أو ما كان بالذاتيات وهو ما كان فيه الفصل سواء كان معه الجنس القريب أو البعيد أو لم يوجد معه الجنس إذا عرفنا بالفصل ومعه جنس قريب أو جنس بعيد فإنه يسمى حداً أو حتى لو لم يوجد معه جنس الرسم ويسمى الرسمي وهو ما كان مميز فيه عرضياً ليس ذاتياً كالكسم الأول الذاتية الذي يقولنا فيما سلف أنه الجنس والنوع وأما العرضي فهو العرض العام والعرض الخاص لكن نكون العرض العام لا يستفد منه في التعريفات إذن يبقى الخاص وهو ما كان مميز فيه عرضياً أو ما كان بالعرضيات وهو ما كان فيه الخاصة سواء وجد معها الجنس القريب أو الجنس البعيد أو لم يذكر معها جنس أصلاً وينقسم الحد إلى كسمين تام وناقص وينقسم الرسم إلى رسم تام ورسم ناقص وألحق به التعريف اللفظي والتعريف بالمثال والتعريف بالكسمة وإن كانت ليس من الرسم لكنها ألحقت به ونوضح تلك الأقسام مع المثال فيما يلي أولاً الحد الحقيقي التام وهو ما ذكر فيه الجنس القريب والفصل القريب ومثاله تعريف الإنسان بالحيوان الناطق فالجنس القريب هو الحيوان والفصل القريب هو الناطق ثانيا الحد الحقيقي الناقص وهو ما ذكر فيه الفصل فقط إما الفصل الوحدة أو الفصل مع الجنس المتوسط أو البعيد لأنه لو كان الجنس الفصل مع الجنس القريب لكان حدا حقيقيا تاما كما مر معنا قبل كثير أما هذا ففصل فقط أو فصل مع جنس متوسط أو بعيد مثل ماذا؟ من تعريف الإنسان بأنه جسم ناطق؟ فالجنس جسم جنس بعيد وتعريف الإنسان بأنه ناطق هذا أيضا سلوب آخر في التعريف تقول تعريف الإنسان بأنه ناطق مثلا إذا عرفت بأنه ناطق حد حديدي حقيقي ناقص لماذا؟ لأنني عرفته بالفصل فقط وهو الناطق الناطق فصل إذن إذا عرفت بالجسم الجنس البعيد مع الفصل فإنه حد حديدي ناقص إذا عرفت فقط بالفصل فإنه حديدي حقيقي ناقص وسمي هذا النوع حقيقيا لأنه مجتمع الأوصاف الذاتية التي تركبت من الحقيقة فنسب للحقيقة لهذا المعنى ثانيا الرسم التام الأول الحد وتكلمنا عنه أنه ينقسم إلى قسمين والقسم الثاني الآن هو الرسم وينقسم إلى قسمين أيضا الرسم التام وهو ما ذكر فيه الجنس القريب والخاصة هناك في الحد الحقيقي التام الجنس القريب والفصل هنا لا الجنس القريب والخاصة مثاله ماذا؟ لتعرف الإنسان بأنه حيوان ضاحك الحيوان جنس قريب والضاحك خاصة من خواصة الإنسان فالحيوان جنس قريب والضاحك خاصة رابعا وهو القسم الثاني من أقسام الرسم الرسم الناقص وهو ما ذكر فيه الخاصة وحدها أو مع جنس متوسط أو بعيد مر معنى في الحد الحقيقي الناقص أنه ما ذكر بالفصل وحده أو بالفصل مع الجنس المتوسط أو البعيد هنا لا الخاصة بدل من الفصل هنا الخاصة مثل ماذا؟ مثل تعريف الإنسان بأنه جسم كاتب الجسم جنس بعيد والكاتب صفح خاصة وكذا تعريف الإنسان بأنه جسم ضاحك الجسم جنس بعيد والضحك خاصة من الخواص وكذا لو عرفنا الإنسان بأنه ضاحك فإنه يعتبر رسم ناقص لماذا؟ لأنه عرفناه بالخاصة فقط مما يتمم القسمة الحد الحقيقي التام وقلنا أنه نوعان والحد الحقيقي والحد الرسمي الحد قلنا بأنه ينقسم إلى نوعين تام وناقص والرسم ينقسم إلى نوعين تام وناقص من تتمة الكسمة أن نذكر هناك كسماً خامسة يتمم هذه الأقسام الأربعة وهو التعريف اللفظي وهو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع مثل ماذا؟ تعريف البر بالقمح بعض الناس لا يعرفه إلا بالقمح وبعضهم لا يعرف القمح إلا البر لا يعرف القمح تعريف الكسورة بالأسد عندما يأتي واحد لا يعرف الكسورة فتقول هو الأسد إذن يعرفه فتعريف هذا تعريف لفظي قسم سادس يتم من التقسيم هو التعريف بالمثال وتعريف الشيء بذكر مثال من أمثلته ومثال الشيء هو في الحقيقة خاصة من خواصه مثاله تعريف العلم بأنه الإدراك كإدراك أنه الواحد نصف الاثنين وأنا الكل أكبر من الجزء وكقولك الإسم كزيت والفعل كضرب القسم الآ السابع المؤتمر من التقسيم هو التعريف بالتقسيم وهو تعريف الشيء بذكر الأقسام التي ينقسم إليها فمعلوم أن أقسام الشيء خاصة من خواصه مثل ماذا؟ مثل تعريف الكلمة بأنها إسم عندما تقول ما الكلمة تقول إسم وفعل وحرف تعرف العدد بماذا؟ بأنه زوجه وفرد هذا يسمى التعريف بالتقسيم وهنا تنبيهات ينبغي أن ننبه إليها التنبيه الأول أن العرض العام هل يدخل في التعريف أم لا؟ إذا وجد العرض العام مع الفصل فإن ذلك لا يجعل حد تاما أبدا كما هو في الجنس ونحن قلنا الجنس أنه يشابه العرض العام كثيرا كقولك في تعريف الإنسان ماشي ناطق فهو حد ناقص وإذا وجد العرض العام مع الخاصة فإن ذلك لا يجعل رسم تاما أبدا كقولك في تعريف الإنسان ماشي نضاحك فليس العرض العام كالجنس القريب لأنه ليس من ذاتيات المعرف بل هو من عوارضه تنبيه آخر أن أكثر التعريفات من قبيل الرسم وذلك لأن إدراك الذاتيات عسر جدا ولم يعتبر أيضا في التعريف بالعرض العام لعدم إفادته التمييز وإنما يذكرونه في باب الكليات استفاءا لأقسام الكل وهناك فائدة نختم بها هذا الدرس وهو أنهم قالوا أن أربعة أشياء لا يقام عليها برهان ولا تطلب الدليل ما هي الحدود العوائد الإجماع الاعتقادات الكاملة في النفوس فلا يقال مدل على صحتها في نفس الأمر ولا يقال مدل على صحة هذا الحد وإنما من أراد يعترض الحد فيعترض عليه بالنقض أو معارضه أما يعارضه بتعريف وحد أحسن منه أو ينقضه بشيء ورد فيه أما أن يقول ما دل لك على هذا التعريف فإن هذا الكلام لا يصح والله أعلم